لا صوت فيها غير أجراس الأماني لا صوت إلا ما توشوشه العجائز من دعاء إنني الراوي الذي قص الرواية من بدايتها وظن لها ابتداء لكنها بدأت بأرضي ثم أرضي ثم أرضي ثم كررت الذي كررته دون انتهاء إنني الصوت الذي يدوي بعيدا من فمي وأنا ارتدادي وارتداد الآخرين اللا يرون من المساء سوى الضياء باسمات من يسرن محملات بالتعفف تحت أنظار البرد وأنا ألملم من حديث الضاربات بخمرهن قصيدتي وألملم البجع الذي سكن العيون الناعسات لمرفأي والفجر غاف والستائر غافيات خلف نافذة الليالي المقمرة عمان تختصر العواصم حين تنغمس العواصم في المدينة وجهان والوجه الرقيق ووجهها ويدان تحت ضنان أوجاع المسافر ما تساقط من سقوط الذكريات وما تناثر من دم الأوراق في كف الغريب وفي المدينة حين تجتمع البداوة بالحضارة والحماسة بالنسيب هناك صدر واحد لا زال يحتضن الجميع وهي الشوارع تنجب البسطاء مثلي تنجب الأحلام في صدر المشاة كل الوجوه هناك وجهي بعض ما قالته صاحبة الجديلة كان مني قصتي هي قصة الرجل الذي يمشي وحيدا قصة تجارات ينسجن الحكاية عن بلاد القدس عن ذاك الغريب وصار جزءا من زقاق الحي من تين الطريق وصار جزءا حين لا يبدو غريبا للتراب قصة التلميذ يسرع ثم يلتقط الدفاتر بعد بعثرة المشاعر ثم ينضي شاعر مثلي تماما لا يجالسه أحد شاعر لا زال يبحث في القصيدة عنه مثلي لا يجالسه أحد أراه يشبهني تماما حين يسمع صوت شاحنة الطحين وصوت ملتهم القطار من المسافات البعيدة ثم يأتي بائع الكعكات يختصر القصيدة بالنداء عما نتدن الشمس منها والمنازل تستحم من الليالي والمطر تتحرر الأنوار من أضوائها تمضي لميقات جديد من جديد ومدينة البن الذي تشتمه الطرقات يلثم ماءه ويراقص النيران أيضا ومدينة الوجه الجميل الآن تبدو بعد أن مدت ديها كي أقبلها وأمضي في صباح اليوم أمي بعد هذا الليل أجمل بعد هذا الغيث أجمل أمي 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 أمي